الكلمة الآن للأخ عايد الشميري رئيس منس إدارة الجمعية الكويتية لدوي الاحتياجات الخاصة بسم الله الرحمن الرحيم معالي رئيس مجلس الأمة الموقر سادة أعضاء مجلس الأمة سادة أعضاء الحكومة إذا كان أحد موجود من إخواننا في الحكومة غير إخواننا في الهيئة الأخوة والأخوات رؤساء الجهات العاملة في مجال ذوي الإعاقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيادة الرئيس في البداية اسمح لي أن أوضح أنه في العام الماضي لم تشارك الجمعية في الجلسة البرلمانية المخصصة وكان موقف مقاطعتنا عن الجلسة الماضية هو ما حدث لذوي الإعاقة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ولم يكن لنا أي علاقة بأي موقف سياسي كما أشيع في ذاك الوقت فمقاطعتنا لم تكن للمجلس مجلسكم الموقر بل لما تعرض له أبناؤنا وأخواننا من ذوي الإعاقة ولكن كعادة السياسيين الذين ليس هو ميداننا يصيغون الأمور كما يريدون سيادة الرئيس اسمحوا لي في خطابي هذا وانقست بعض عباراتها واشتدت فإنها للصالح العام وليست للصالح الشخصي كما أثبتت مسيرتنا على مدى سنوات مضت سيادة الرئيس أقف موقفي هذا وأطرم من الله أن يعينني على إيصال الأمانة التي كلفوني إخواني بإيصالها لمجلسكم الموقر ولكل من هو موجود في هذه القاعة لوضع النقاط على الحروف لمعاناة استمرت لعدة سنوات سيادة الرئيس كشفنا خلال السنوات الماضية في قضية مهمة قضية مدع الإعاقة والتي نفتها وزارة الشؤون في وقتها ومن ثم أكدها مدير عام الهيئة السابق بوجود الآلاف من هذه الفئة الباغية أكلت السحت ولغاية اليوم لم تحل هذه القضية ولم يحال أي شخص إلى النيابة العامة لا من من حصل على شهادات إعاقة مزورة أو من سهل لهم ذلك وهذا مخالف للقانون الثمانية لسنة الفين وعشرة ولباقي القوانين الأخرى أقول لمدير عام الهيئة الجديد قدمت للهيئة وهناك تركة ثقيلة أمامك من الفساد أعانك الله على تحملها اليوم نحن نقف معك أمام هذه القضية وأمام هذا الفساد وسنكون بإذن الله خير داعيني ولكن اعلم سعادة الدكتور بأنك أنت الممثل القانوني للهيئة وأنك أنت من ستتحمل تبعات هذه القضية في المستقبل إن لم تجد لها حل وأقول له ولمعالي وزيرة الشؤون التي كنت أتمنى أن تكون موجودة أنه نمى إلى علمي أن هناك ضغوطات تتعرض لها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ويتعرض لها مدير عام الهيئة لتعييم بعض الأشخاص ممن ثارت حولهم شبهات فساد في الملفات السابقة بشكل عنيف نقول لهم إن وقفتم وتصديتم لهذه الضغوطات فنحن معكم بنفس الخندق وإن رضقتهم لهذه الضغوطات فستكون هنا في الخندق المضاد لنا ولن تمر هذه الضغوطات ولا تعين أي شخص حامت حوله الشبهات مرور الكرام سيادة الرئيس اسمح لي أن أقول أيضا للأخوة المسؤولين في الهيئة من المعيب أن تقف الهيئة خصما لذوي الإعاقة في ساحات القضاء بعد أن لجأوا إلى القضاء للحصول على حقوقهم واليوم نرى الأحكام تتوالى من القضاء نصرة لذوي الإعاقة وإعطاءهم حقوقهم المسلوبة والتي انتنعت الهيئة عن واجباتها نحو تقديمها لهم فمن المعيب أن تتشدق الهيئة بكلمة المعايير الدولية والتي والتي أثبت رد منظمة الصحة العالمية أن هناك أربع نقاط من المعايير الدولية لا تنطبق على دولة الكويت فكيف تطبقوا المعايير الدولية يا سعادة الدكتور وأنتم تعلمون أن الكويت لا تنطبق عليها تلك المعايير سعادة الرئيس أود أن انتقل وبعد ذلك أخذ تمديد لو دقيقة أعطى تمديد سعادة الرئيس سادة الأعضاء أخواني في الجانب التعليمي في حياة ذوي الإعاقة وما أدراك ما هو الجانب التعليمي هو كنز وعبارة عن حنفية هدر مال عام يدر الملايين على بعض المتنفعين وبعض الجهات المخالفة التي لا يوجد فيها ترخيص ولا تصحي أن تكون كانتين واليوم أملك أحد المستندات الذي يثبت أن بعض الجهات تتقاضى ملايين الدنانير دون وجه حق من الهيئة ومع ذلك الفساد مستمر للأسف أما إذا انتقلت إلى الجانب الصحي فإن معاناتنا مع وزارة الصحة ما زالت مستمرة للأسف وأتمنى أن يطبقوا أقوالهم على أرض الواقع فلا نحن استفدنا من قضية الدمج في المستشفيات وزارة الصحة ولم تنشأ لنا مراكز خاصة للعلاج وهذا للأسف هو ديدا وزارة الصحة منذ سنة أعطى ثمديد اتفضل اتفضل أخي اتفضل أشرك سيادة الرئيس وأعتذر أن أطلت بالحديث وللأسف وقفت الهيئة عاجزة عن محاسبة الجهات مثل وزارة الصحة بحجة أنها لا تملك السلطة بل للقانون يا دكتور أعطاكم السلطة على الوزارات أن تحلوا المخالف لها إلى الجهات بعد أن تخاطبوا رئيس مجلس الوزراء وإن كان وجدت مخالفات في تلك الوزارات أعطتكم السلطة على إحالة المخالف إلى النيابة العامة وإيقاع العقوبات الواردة في القانون فكل الجهات الحكومية والغير حكومية هي ملتزمة والقانون يعاقبها في الختام سيادة الرئيس أن أقول لكم أعتبنا على لجنة ذو الاحتياجات الخاصة والتي في مجلسكم المؤقر وأقول لبعض أعضائها أن وجودكم هو لإيجاد تشريعات جديدة وتعديل ما هو موجود حاليا والمراقبة كذلك وليس غير ذلك من الأمور وأعتذر عن إطالتي وندعو الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير للبلاد شكرا لأخي الفاضل عيد الشمري